كبار رجال الدولة يهنئون الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الهجري الجديد سعياً لحوكمة الإجراءات وتبسيطها مدبولي يؤكد أهمية التوسع بمنظومة نافذة ونظام تسجيل المسبق للشحنات صندوق النقد الدولي يحذر من طباط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريلتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً لكم موسيقى موسيقى بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وفي نص برقية التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ضرورة تستلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النية وإتقان العمل كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد في برقية أكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الجليلة كانت ولا تزال رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف تقدم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بخالص التهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد ودع مفتي الجمهورية المسلمين في دول العالم إلى الاستفادة من دروس الهجرة النبوية وتطبيقها في حياتنا ومجتمعاتنا وأوضح مفتي الجمهورية أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بداية لبناء دولة أصبحت منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان في أرقى صور التعامل البشري واعترافا بحقوق الإنسان وتفضيله على جميع المخلوقات وأعلاء لقدرته بالمحافظة على دمه وأمنه وسلامته بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شفق علام وكذلك للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مؤمريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وقال وزير الداخلية أنه في هذه المناسبة علينا أن نستلهم المثل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية إيمانا برسالة سامية تحقق الأمن والاستقرار وتدعم المسيرة البناء للتنمية وتحمي وطننا الغالي بعث رئيس طائفة الإنجلية بمصر الدكتور القص أندري زكي برقية تهنئة لرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجزيد كما بعث رئيس الطائفة الإنجلية برقية تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وكذلك رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وكذلك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت وخفض التكلفة وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف منظومة النافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات حيث شهد هذا الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل النظام الذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا بالإضافة إلى ربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء كما تم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات وكذلك استعراض نموذج تطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي موسيقى ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي في اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات بهدف دفع حركة الاستثمار وخلال الاجتماع أكدت تراندل منشاوي مواصلة الوحدة عملها في بحث المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات التي تتلقاها الوحدة من خلال أكثر من وسيلة مباشرة ورقمية وأشرت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمال الشكاوى التي تلقتها الوحدة الرئيسية بشكل مباشر بلغ 109 شكاوى تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها ويتم حاليا التنسيق بشأن 67 شكوى مع الوزراء للانتهاء منها بالكامل وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 105 أطن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و181 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن أقماح محلية في إطار جهد الدولة والمشروعات القومية التي ساهمت في صلابة الاقتصاد المصري أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.9% في عام 2022 وفي سياق متصل أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات إشهادات دولية بصلابة الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها أكبر اقتصادية العالم إشهادات جنتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته خلال الفترة الماضية وجهود التنمية على مختلف المحاول والأصعدة آخر تلك الإشهادات والتوقعات الإيجابية جاءت على لسان صندوق النقد الدولي الذي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9% في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% الصندوق توقع في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموا بنسبة 4.8% وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات حيث يواصل الميزان التجاري تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية وخلال استعراضه أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021 أشار المركز الإعلامي إلى أن الميزان سجل 39 مليار دولار وثمانية ملايين عام 2021 و41 مليار ومليون دولار عام 2020 وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات بنسبة 47.3% خلال شهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بشهور ذاتها من عام 2021 بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8% في الفترة ذاتها هكذا أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفا قوميا واستراتيجيا تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوزدن دينياس وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذا الاتصال قد تناول عددا من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل تحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعيدة وأضف المتحدث أن الوزيرين قد تشاورا بشأن مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصنع عكست نتائج الاستفتاء الذي شهدته تونس مؤخرا تأييدا واسعا من قبل الشعب التونسي لسياسات الإصلاح التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد منذ عام وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن في مؤتمر صحفي تأييد أكثر من 94% لمشروع الدستور بنسبة مشاركة بلغت 27% مسار ديمقراطي جديد تنتهجه تونس يرسي قواعد الدولة الديمقراطية الحقيقية وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات موافقة أغلبية الناخبين على الدستور الجديد للجمهورية التونسية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن في مؤتمر صحفي تأييد أكثر من 94% لمشروع الدستور بنسبة مشاركة بلغت 27% عدد الأصوات المصرح بها لكل إجابة الإجابة بنعم مليونين وستة مئة وسبعة آلاف وثماني مئة وأربعة وثمانون إجابة بنعم بنسبة 94.60% الإجابة بلا 148.723 إجابة بنسبة 5.40% الفصل الثاني تبعا لتحصل الإجابة نعم على الأغلبية من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقابول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية وعقب إعلان النتيجة خرجت تونسيون لشوارع العاصمة تونس للاحتفال بالاستفتاء الشعبي مؤكدين أن الدستور الجديد بداية حقيقية لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية القائمة منذ عام 2011 الدستور التونسي الجديد ينص على النظام الرئاسي وصون الحريات وتصحيح الخلل السياسي والفساد الذي تسبب فيه دستور 2014 الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي نال تأييداً واسعاً يعد بداية الانتقال إلى مرحلة التنمية وتكريساً لديمقراطية حقيقية بدأت مع الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ونالت دعماً واسعاً من قبل الشعب التونسي للخلاص من الانقسامات والتراجع الذي شهدته تونس طوال الفترة الماضية وعقب الإعلان على نتيجة الاستفتاء أعلن رئيس التونسي قيس سعيد أن تونس تتجه إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية وأكد سعيد وسط أنصاره أن كل من أجرم في حق الشعب التونسي لا بد أن يدفع ثمن تكون ديمقراطية حقيقية ليست ديمقراطية شكلية كما عاشناها منذ عقود وعقود سيسترجع إن شاء الله الشعب ثرواته ومن أجرم في حق الشعب التونسي لا بد أن يدفع ثمن بحث وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليسكي ريزينيكوف المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي لمناقشة الأوضاع الراهنة في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن الجانبين ناقش خلال الاتصال نتائج الاجتماع الأخيرة لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا أنظمة ساروقية مدفعية إضافية من طراز هيمارس ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتسليم المعدات إلى أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 100 صاروخ هيمارس أمريكي عبر استهداف مستودع للذخيرة بمنطقة دونستك ذكر بيان للدفاع الروسية أن القوات الجوية قد دمرت مراكز الانتشار المؤقتة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف معصفر عن سقوط 200 عسكري أوكرانية وأشار البيان أيضا إلى أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية قد اعتردت في منطقة خرسون 10 صواريخ من أنظمة هيمارس أعلنت روسيا أن ضربات أوكرانية قد دمرت جزئيا جسر أنتونوفاسكي في ضواحي مدينة خرسون جنوب أوكرانيا وقالت مصادر روسية أن استهداف الجسر زاد فقط من صعوبة حياة السكان ولن يكون له تأثير على نتيجة المعارك وتقع مدينة خرسون على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا لاستعادة هذه الأرض التي فقدت في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا ذكرت السلطات في إقلام دونتاسك شرق أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف على منطقة بيتروفاسكي أضفت السلطات أن إجمالية القذائف التي قسفتها قوات كييف على دوناسك خلال 24 ساعة الماضية حوالي 500 قذيفة ومن جانبها أعلنت وزارة دفاع الروسية فتح ممرات آمنة لنحو 70 سفينة احتجزتها كييف وذلك بعد إزالة الألغام من ميناء ماريوبول أعلنت البحرية الأوكرانية أن الموانئ الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب قد استأنفت عملها ويعد أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعت اتفاقا الجمعة الماضية لمدة أربعة أشهر من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة لتخفيف أزمة الغذاء العالمية قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريا رودنيكو إن اتفاقا يسمح باستئناف صدرات الحبوب الأوكرانية من موانئ أعلى البحر الأسود وقد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية الزراعية على الفور قال وزير الخارجية الروسي أن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا وعبر عن أمله في أن يستمر هذا الاتفاق أكدت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا قد ارتفع إلى 5 ملايين و58 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي وأوضحت الوكالة أن بولندا استبقت أمس نحو 21 ألفا من لاجئين وفدين إلى أوكرانيا مقابل 21 ألف لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر 3.15 مليون لاجئ عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي أشادت الولايات المتحدة بقيادة المملكة المتحدة لتقديمها دعما كبيرا لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي عن الغير المبرر وكذلك لجهودها في تنسيق جمع التبرعات من الحلفاء والشركاء وفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الدفاع الأمريكية ومستشار الأمن القومي البريطاني في واشنطن العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا والاتفاقية الأمنية الثلاثية أوكوس والقاعدة الصناعية الدفاعية ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12% في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعية من روسيا وذلك عبر السيل الشمالي واحد بسبب تعرق لأعمال صيانة المعدات في ظل العقوبات الغربية هذا وخفضت شركة جازبروم إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر السيل الشمالي واحد ويأتي الارتفاع في ظل مخاوفة من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتبدأ شركة جازبروم الروسية اعتبارا من اليوم بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصار السيل الشمالي واحد وذلك بعد توقف لتربين آخر عن العمل بسبب أعمال سيانة والمزيد في سياق التقرير التالي في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحاً اقتصادياً اتفق الاتحاد الأوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15% خلال فصل الشتاء مع وجود استثناءات لبعض الدول إلا أن المجر كانت البلد العضوى الوحيد الذي عارضها قائلاً على لسان وزير خارجيته بتارسيارتو أن هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وزير الصناعة تشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال إنه تم إنجاز خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز للمواطنين واقتصادات البلاد لفصل الشتاء المقبل ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تعتمد على الغاز الروسي إلى حد كبير وستبقى في حاجة لإمدادات شركة جازبروم الروسية لسنوات إلى حين تأمين مصادر بديلة وبلغت حصة ألمانيا نسبة 40% من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي ومن المتوقع أن توضع استثناءات لدول جزرية مثل أيرلندا وقبرص وملطا ودول أخرى ترتبط بشكل محدود بشبكة إمدادات الغاز المترابطة مثل إسبانيا والبرتغال كما ستعفى دول البلطيق إذا قطعت وصلاتها الكهربائية بشبكة روسيا وكانت شركة جازبروم الروسية قد أعلنت خفض شحنات الغاز اليومية إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 20% وأرجعت جازبروم تخفيضها الأخير إلى الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات وهو سبب رفضته مسؤولة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التي وصفت الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية انخفضت شحنات الغاز عبر خط الأنبيب نوردستريم إلى حوالي 20% من طاقته حسب بيانات للهيئة الألمانية المشغلة مما يعزل من خطر حدوث نقص الغاز هذا الشتاء في أوروبا أكدت الهيئة الألمانية المشغلة جازكاعد التي تدير هذه الشبكة على الأراضي الألمانية أنه تم عبر خط نوردستريم واحد نقل حوالي 1.28 مليون متر مكعب في الساعة أي حوالي 20% من القدرة القصوى لخط أنبيب الغاز لكن الإمدادات انخفضت إلى 40% عن المعدل الطبيعي وذلك بحلول منتصف يونيو قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة السنوية وذلك بين الحادي عشر والحادي والعشرين من يوليو ومنذ ذلك الحين استؤنفة تضفق الغاز أعلنت مسؤولة في الخارجية الروسية أن سويسرا قد رفضت إصدار تأشيرات دخول لديبلوماسيين الروس كان من المقرر أن يشاركوا في فعاليات أمامية في جنان وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياغلوفا خلال اجتماعا لفريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي أنه لضمان العمل الفعال للفريق الأممي من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية وفي وقت سابق رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي لدورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي رفض القضاء الأوروبي طلب قناة RT فرانس الإخبارية بإلغاء تعليق بثها أو بثته خلال رفض في إطار عقوبة الاتحاد الأوروبي دادا موسكو التي وعدت على الفور برد ضد عدد من وسائل الإعلام الغربية قدمت الشبكة الحكومية الروسية طلب استئناف ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي أعلنت أن قرار حظر القناة الروسية مؤقت وليشكل خطرا على حرية التعبير وردا على هذا القرار أعلن الكراملين أن روسيا ستفرض قيودا على عمل وسائل الإعلام الغربية على أراضيها حذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من طباط إلى الاقتصاد العالمي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يطبط إلى 2.6% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا يواجه العالم الكثير من التحديات في الفترة المقبلة ومن أكبر التحديات ارتفاع نسب التضخم وتوقعات بين خفاض نمو الاقتصاد العالمي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأيضا وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من طباط إلى الاقتصاد العالمي وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2% أي أقل من 4.10% من توقعات أبريل وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي واجه عدة صدمات مما أدى إلى إضعافه ومنها وباء فيروس كورونا وأيضا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية مما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8.3% هذا العام بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9.5% هذا وخفض صندوق توقعات النمو لمعظم البلدان وشمل ذلك إعادة نظر في اقتصادي الولايات المتحدة والصين ليخفض التوقعات السابقة بأكثر من نقطة ويتوقع صندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.3% في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات الفائدة ولفت الصندوق إلى أن الركود قد يكون بدأ بالفعل في الولايات المتحدة كما يتوقع أن يتباطئ الاقتصاد الصيني بشكل كبير في عام 2022 ليسجل النمو 3.3% فقط وهي أقل نسبة منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء النسبة المسجلة خلال أزمة كوفيد عام 2020 وبسبب المخوف المرتبطة بالوباء وتدهور أزمة قطاع العقارات بحسب التقرير هذا ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي بتسعة من عشر بالمئة إلى ثمانية وثلاثة من عشر بالمئة في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والطراب سلاسل الإمداد كما حذر صندوق من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جابالة دكتور وليد بعد تحية بداية كيف تقيم وتقرأ تخفيض صندوق النقد وتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023 أهلا وسلم بحضرتك وبكل مشاهد القناة الأولى وبالتأكيد ما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي لا يعد مفاجأة نحن نتحدث عن اقتصاد يواجه تحديات كبيرة الاقتصاد العالمي يواجه مشكلات هيكلية فالاقتصاد العالمي قائم منذ بداية الحجبة النيوليبرالية على أن كل دولة من دول العالم تركز فيه انتاز منتجات معينة ثم تتم عملية تبادل تجاري ما بين الدول النهاردة عمليات التبادل التجاري تواجه تحديات منها تحديات ارتفاع تكلفة النقر ارتفاع تكلفة التأمين من اختار فيروس كورونا ثم اضيفت اليها مشكلات ثلاثة الانجاز المتعلقة بتتعيات الحرب الاوكرانية وارتفاع اتعار الطاقة بالتالي فنحن عمام تحديات كبيرة جدا القضية النهاردة أن المشكلة العالمية تحتاج إلى تعاون عالمي للتفضي اليها العالم لازال يتعامل مع تلك الازمة بأن الكثير من القيانات والدول تريد أن تنجوا وحدها وتكفع الخطر إلى الآخرين وعلى رأسال الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بإجراءات كل ما يهمها أن نجاه بالاقتصاد الأمريكي وحده فإذا كنا أمام اقتصاد قائم على العالمة والتعاون مدين بكل دول العالم فالحل الأساسي والهيكلي هو التعاون من أجل تجاوز تلك الازمة نعم طيب دكتور وليد أيضا في هذا الإطار وفي ظل ما ذكرته صندوق النقد الدولي أيضا حذر من وقف الإمدادات الخاصة بالغازة الروسي لأوروبا والذي قد يؤدي بدوره إلى المزيد من طباط الاقتصاد العالمي يعني كيف قرأت هذا التحذير الهام طبعا هي قضية أوروبا أبعد من كن هناك تضخم في أوروبا لأن أوروبا هي دول صناعية تصدر الكثير من المنتجات الصناعية والصراعية حتى بأوروبا تصدرها إلى دول العالم بالتالي فإن قطع الإمدادات أو صباط الإمدادات الروسية يزيد التضخم في الاتحاد الأوروبي وهو ما يدفع نحو مزيد من تصدير التضخم إلى دول العالم وهي هذه المشكلة لأن تصدير التضخم هو دعوة إلى دول العالم لأن تبحث عن حلول محلية إنما بالتأكيد إذا استمرت هذه الحرب وإذا استمرت هذا الصراع التجاري وخام بإنجازات الطاقة على الاتحاد الأوروبي العامل سيكون له تبعات طعبة جدا على الاتحاد الأوروبي صندوق الناقد أيضا حذر من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق النشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو من وجهة نظر كيف يخرج العالم من هذه الأزمة التضخم والركود هذا التحذير هو تحذير عام فأزمة الديون هي أزمة تضرب الاقتصاد العالمي وتضرب كافة الدول العالم الولايات المتحدة نفسها في تدعيات كورونا سمح لها الكونجرس برفع ثقة الدين إلى نحو 30 تريليون دولار فهي أزمة عامة ولكن تأثيرها ينخفض ويتغير من دولة إلى أخرى لكن القضية موجودة لكن اللي عايز أتكده بالنسبة لنا نحن هنا في مصر أن الاتصاد المصري يمتلك من الأدوات ومن الأوراق الداخلية والخارجية التي يستطيع بها التعامل مع تلك الأدوات أشكرك جزيل الشكر الخبير لاقتصادي الدكتور وليد جابالا كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا على هذه المشاركة أكدت شركة الطيران الألمانية لوفت هانزا أنه تم إلغاء أكثر من ألف رحلات جوية وذلك بسبب إضراب موظف الخدمات الأرضية مما تسبب في إحداث اضطرابات في السفر لعشرات الألاف من الركاب وذكرت شبكة ABC News الأمريكية أنه حوالي 134 ألف مسافر اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم أو إلغائها تماما بسبب للطراب أو الإضراب الذي حدث مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية لشركة لوفت هانزا في مدينتي فرانكفورت وميونيخ هي الأكثر تضررا تعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى نتيجة لإضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل وهو الخلاف الأحدث في موجة الاضطرابات الصناعية التي حدثت بسبب عدم مواكبة الأجور للتضخم المتزيد حثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية في بريطانيا مستغنمي القطارات على عدم السفر إلا للضرورة يشار إلى أنه كادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام بسبب إضراب الشهر الماضي قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستوى قياسي على الرغم من حظر الصدرات مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لمواجهة حارة أدرت بالمحصول هذا وخفض ارتفاع الأسعار فرصة أو فرصة أن تقدم الهند كمية كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومية ثنائية لدول تعاني بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ نسبة الزيادة فيه إلى 1 أو 12% من مستوياته التي بلغت بعد أن حضرت الحكومة الصدرات بشكل مفاجئ يوم الرابع عشر من مايو الماضي أعلنت مصادر داخل البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى نظيري الصيني شي جينبينغ غدا الخميس أشارت المصادر الأمريكية إلى أن هذا الاتصال الهاتفي سيتطرق إلى قضية تايوان والأزمة الروسية الأوكرانية في وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كاربي إن إدارة التنافس الاقتصادي بين البلدين ستكون حاضرة بدورها في المحادثات أدن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش بشدة أعمال العنف التي استهدفت تعدة قواعد للأمم المتحدة في أنحاء إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا وشدد كوتاريش على أن أي هجوم موجه ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب ودع السلطات الكونغولية إلى التحقيق بسرعة في عمليات القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وقد أسفرت الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في بلدة بشرق الكونغو إلى مصر عيما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات بعد محادثاته مع رئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر القادم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا اتفق الجانبان كذلك على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهم الثاني هذا العام بعد الاجتماع الذي عقد في أواخر إبريل حيث أكد كيشيدا أن إندونيسيا شريك استراتيجي رئيسي لليابان وضف كيشيدا أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستنضم إلى تدريبات درع جارودا العسكرية المشتركة التي ستجرى في إندونيسيا اعتبارا من أول أغصص القادم أعلن وزير الداخلية الفلبيني بن يمين أبلوس ارتفاع حصيل الضحاية الزلزال الذي ضرب أجزاء من جزيرة لوزان بشمال الفلبين إلى أربعة أشخاص وأوضح وزير الداخلية الفلبيني أن حوالي 218 بلدة في 15 مقاطعة تضررت من الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة بمقياس ريختر وتسبب الزلزال في تحطيم نوافذ المباني في مركز الهزة الأرضية كما هز أبراجا شهيقة وقاعة على بعد أكثر من 300 كيلو متر في العاصمة منيلا ترجمة نانسي قنقر تحية لكم من جديد أعلنت المفوضية الأوروبية عن استجابتها على وجه السرعة للمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات التي اشتعلت عبر مساحة كبيرة في شمال التشيك على طول الحدود مع ألمانيا وذكرت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي أرسل طائرتي إطفاء ومروحيتين إلى شمال التشيك وتقوم حاليا كل من بولندا وسلوفاكيا بنشر مروحيات إطفاء في البلاد بجانب طائرتين تابعتين لأسطول الإنقاذ الأوروبي المتبركز في إيطاليا والتي تعملان في التشيك اعتبارا من اليوم مضيفة أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يقف على اتصال وثيق مع كل من السلطات الشيكية والألمانية لدعم تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في المنطقة أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا بالإضافة لتسجيل 25 حالة وفاء إضافية ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا وتسعمائة واثنتين وثلاثين حالة وفاء وأوضحت الوكالة أن كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعا حادا في الحالات اليوم مع انتشار سريع لسلالة بي اي فايف الفرعية من متحور اومايكرون وتتوقع سلطات الصحفية عفوا الصحية أن يستمر لاتجاه للصعود أخيرا في حالات الإصابة خلال الأسبوعين أو ثلاثة القادمين أعلنت السلطات في هونغ كونغ أنه لم تبلغ عن حالات وجود موجودة هناك في إصابة أو مصابة فيروس كورونا منذ أكثر من شهر قالت هونغ كونغ في بيان لها أن حصيلة الإصابات منذ الثامن عشر من يونيو الماضي قد بلغت 1816 حالة في الوقت الذي تكافح فيه المدينة متغير اومايكرون سريع الانتشار لأول مرة كان الوباء قد تفش في المدينة وأدى ذلك إلى إغلاق الأماكن الترفيهية لمدة 12 يوما حذر علماء دوليون من أن فرصة وقف انتشار فيروس كدري القردة تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى ضعفين وذلك في كل أسبوعين في أحدث إحصاء توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الإصابات لما يزيد على 27 ألفا بحلول الثاني من أغسطس المقبل في 88 دولة مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كدري القردة الذي بات مصدر قلق دولي قدم عدد من العلماء مشورة للمنظمة الدولية بشأن المرض مفادها أن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى مثليه كل أسبوعين مما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهورا وفي أحدث إحصاء توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27 ألفا بحلول الثاني من أغسطس في 88 دولة ارتفاعا من 17 ألفا وثمانمائة حالة في نحو 70 دولة ومع الانتشار الراهن الذي قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفاشي بين البشر أكدت آن ريموين أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا عضو لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدر القردة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الفيروس خاصة أن فرصة القيام بذلك تتضاءل ومع تجاهل وجود المرض في أجزاء من أفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة وتضافر الجهود العالمية لتبادل اللقاحات والعلاجات لمواجهة هذا المرض أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر مصاب بفيروس جدر القردة حتى اليوم وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير متوقع وذلك بعد تفاشي فيروس جدر القردة في أماكن متفرقة حول العالم وأعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس حالة طوارئ للصحة العامة محل اهتمام دولي هذا وقد رفعت الوزارة مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات وذلك بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة وسرعتها وسرعة عزلها وعلاجها ومنع انتشار الوباء للمرض خلال أو داخل مصر انطلقت القافلة الطبية بقرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية دمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال منصق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدورد إن القافلة أجرت الكشف الطبي مع صرف العلاج لمائة وتسع واربعين حالة بمختلف التخصصات الطبية مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراءه لجميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدني محافظات البحر الأحمر نظم من جوة القافلة بنقدم خدمة الكشف بنكشف على المرضى عندنا تخصصات كتير زي البطنة والأصام والرمض والأنفق أذن والمسالك والأطفال والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة عندنا كمان معامل تحليل متكاملة سواء كانت دم أو طفاليات عندنا خدمة الأشعة وبعد كده المريض بعدما بيتشخص على علاجه وبيصرف علاجه كامل بالمجان كل خدمات المرادمة بالمجان عندنا كمان خدمات زي الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة قد ضغط وسكر عندنا خدمة التسخيف الصحي والرفع الوعي عندنا خدمة التخارير الطبية وصصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بحيث أن أي مريضة أو أي محتاج أي خدمة طبية أي أن كان موضوعها أو مجالها يلاقيها عندنا وكل الخدمات بنقدمها بالمجان إحنا معنا جميع الخدمات الطبية بنقدمها للناس بالمجان إحنا كعادة نساء بنعمل صنار بالمجان بنعمل تحليل دم برضو بالمجان وإذا استدعى الأمر برضو بنعمل تحليل بول وبراز بالمجان وطبعا مش محتاج أقول أن العلاج رخر بالمجان فالحمد لله خدمات ممتازة بنقدمها وكلها بالمجان من مبادرة حياة كريمة للسيد الرئيس عبدالفتح السيسي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022-2023 ما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم تزيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة وذلك بنسبة 12.5% لتصل إلى 310 مليارات جنيها مقارنة بـ 275.6 في موازنة العام الماضي مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيزكي نائب سفير جمهورية الهند لدى القاهرة أشش جوبتا والملحق التجاري للسفارة نحاس علي وعددا من أعضاء التحادي غرف التجارة والصناعة الهندية جاء ذلك على همش فعليات مجلس الأعمال المصري الهندي المنعقد حاليا بالقاهرة لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار واستقطاب الشركات الهندية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استهداف واستقطاب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبا وتعزيز التعاون مع بعض الشركات وأعضاء التحادي الغرف الهندية والعمل على دراسة فرص استثمارية في المنطقة الاقتصادية عقد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد تناولت مناقشة الرؤية الموحدة لتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في السابع من نوفمبر القادم وأكد طارق الملة أهمية استمرار التنصيق وتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي وذلك مع تولي مصر قيادة ملف طاقة في القارة الأفريقية خلال أقمة قاب 27 للمناخ والإعلان عن موقف أفريقي موحد في قضية التحاول الطاقة العادل من جهتها أكدت أماني أبو زيد أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الأفريقية في مجال الطاقة بصفة خاصة نظرا لأهميتها ودورها الأساسية في تحقيق الاستقرار والتنمية أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد أنه العام الماضي شهد تسجيلا للصدرات المصرية إلى اليابان حوالي 327 مليون دولار بزيادة حوالي 7% عن عام 2020 مشيرة إلى الدعم الذي تقدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحليطية والنقل لافتة إلى إنشاء الخط الرابع بمتر الأنفاق ومطار برج العرب إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال لقاء لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد مع سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر أوكا هيروشي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الدولتين استقبل وزير الكهرباء وطاقة المتجددة محمد شاكر رئيسة مؤتمر الأطراف كاب 21 سيجولين رويال الذي عقد في باريس تعرفت رويال على تجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الإنبعاثات والسعدادات مصر لاستضافة كاب 27 للمناخ أكد محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومية إلى البرصة المصرية حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبايعات المتعاملين العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه وعلى صعيد مؤشر EGX 30 فقد تراجع المؤشر بنسبة 67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة وهبوط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة وليتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء كبار رجال الدولة يهنؤون الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الهجري الجديد سعيا لحوكمة الإجراءات وتبسيطها مدبور يؤكد أهمية التوسع بمنظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات صندوق النقد الدولي يحذر من تباطئ نموي الاقتصاد العالمي إلى 2.6% انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة